أجد من يستقبلني بالسيارة بجنب الطائرة وأخرج دون أن أختم جواز السفر فأنا كأني دخلت على عالم جديد سيدي الوفود الرسمية هكذا تعامل عادة لا يا سيدي ليس أستقبلني زميلي لم أستقبل من قبل المسؤولين الليمنيين ووجدت السيارة بجنب تسلم الطائرة وركبت السيارة وخرجت من المطار ما حد سألني ولم أختم جواز سفري حتى للوفود الرسمية أنت تقدم الوثائق وتأتيك لاحقا يعني كأنك أنت رسميا غير موجود في اليمن آه نهائيا نهائيا يعني هل هذا مقصود؟ لا كان هو نوع من الفوضى نوع من الفوضى للأسف يعني بعدها كان لزاما أنه نذهب إلى تعز وبدأنا عملنا وكان اليوم الأول كذلك يوم فيه نوع من المثير للدهشة كان قائد اللواء علي عبدالله صالح عندما يقول قائد اللواء تعز هو المسؤول العسكري الأول في اللواء جغرافيا وهو يتقدم على المحافظ يعني هذا الشخص هذا الرائد هو سلطاته أوسع من سلطات المحافظ وهو الرجل الأول في اللواء فذهبنا لمقابلته مأثار حفيظي مدير مكتبه مقدم دخلنا قادر اللواء رائد هذا أمر يتناقض مع المفاهيم العسكري لأنه تربيت عليه وبعيش ضيفنا اللي ضيفنا كان يحمل روتب ترائد فشحرت بالصدمة أدرك أحد زملائي السابقين فأشر لي أنه على رسلك يعني لا تتفاجأ بعدها اكتشفنا أمور وجدنا أن الجيش اليمني طبعا الجيش الأردني كان لبعثة عسكرية كاملة متكاملة رئيس البعثة مكتبه مقابل بكتب رئيس مكتب القائد العام اللي هو إبراهيم الحمدي فيه ضابط مندوم مدفعية مقابل قائد سلاح المدفعية يعني وين فيه قائد هناك خبير أردني يقابله يساعده على إعادة تأهيل وترتيب وبناء الجيش اليمني حتى دفتر الراتب الجندي كان نفس دفتر الراتب الأردني بالفلس والدينار رغم أنه باليمن بالريال يعني كوبي بيس فكان عملنا في إطار التحصينات بنيننا في تحصينات باب المندب بنيننا أكملنا بناء معسكر خالد في منطقة المفرق ما بين تاعيس على حديدة ويعني كان مشروع من وجهة النظر في ذلك الزمان وفي طبيعة التحدي كان بالنسبة له مشروع حيوي رئيسي لكن ما لمسناه أنه المنصب يُعطى ليس حسب الكفاءة حسب الأهمية العشائرية وحسب العلاقات الشخصية ولا يوجد تقدير للتراتبية العسكرية نحن معروف أنه فيه سينياريتي فيه أرقام متسلسلة ضابط الأقدم مني ضابط الأقدم مني هو يكون مسؤول عني فكنت تجد يعني مدير التموين كان نقيب وعنده أكثر من عشرين مقدم لأن هذا الشخص إما امتداده القبلي متجذر وقوي وينتمي إلى قبيله لنقول ما بدي أسمي قبائل حتى لا تزعل بقبائل أخرى لقبيلة ما إلها جذورها وإلها نفوذها أو إنه على علاقة مع قائد اللواء